طيب كمان الجزء المهم البيان أمكن الكشف عن الكيان المسمى اللهم ثورة تبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر عمدة حضرتك أستاذ ياسر حيث قام باستخدام عدد من العناص الإثارية عبر شبكة الانترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريدهم على القيام بأعمال تجامل وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف كما تم تقسيم الأجمعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات أستاذ ياسر اللهم ثورة متهمينك مباشرة بالاسم في بيان في بيان الداخلية البين كله كدب أكتر من حاجة يعني هو بيقول لك معلومتين صحيحة أن في حد اسم ياسر اللهم ده بس مش إخواني طبعا وأن في حاجة اسمها انتفاضة الله مصارك كل الحاشو بقى ده كدب في كدب من أول الأخرق ويمكن حتى الدكتور يحياء اللي حضرتك ذكرته دقاتي أقسم لك بالله أنا معرف نهائيا ما تعاملتش معاه أصلا يمكن معد قبل ما أدخل الأستاذنا الفاضل بيقول لي أن فيه يعني الدكتور يحياء فأنا ما عرفوش والله المهم حكاية 54 مفيش حكاية أن أنا إخوان الكل يعلم وأولهم هم نفسهم أن أنا مش إخوان وأن أنا يعني بعيد كل البعد بل بالعكس كنت من معارض الإخوان وعلى فكرة مش حاجات كنته لا أنا بس دلوقتي مأجل معارضتي للإخوان لأن عندي هدف أسمى اللي هو إسقاط العصابة الحقيرة اللي ترابطنا من أول 25 يناير و28 يناير ومحمد محمود فأفعز الإخوان على فكرة من ضمن يعني أنا اللي راجع مثلا من فيديوهاتي 13-14 لقاء في انتفي وفي غيره وغيره وأنا بقول يا جماعة الإخوان ماشين غلط الكلام ده مش مزبوط وقبل الانتخابات الرئاسة من أول محمد محمود وإحنا بنقول فيه خلل كبير جدا حصل في خط الثورة تسبب فيه الإخوان فأنا يعني اتكلم على أحد النوع أخوان إلا أنا وغيركة يعني قيادات الإخوان تحديدا وتحديدا قيادات الإخوان اللي هنا كانوا ضد تماما أي تحرق خارج منظومة الإخوان وعلى رأسهم انتفاضت اللهم مصورة انتفاضت اللهم مصورة عملت إيه؟ فعز ما البهوات اللي هم واخدين قرار أنه ما ينزلوش خلاص اللي هم قيادات اللي بر يعني وباعوا الدنيا وباعوا الأخرة كمان انتفاضت اللهم مصورة جامعة شباب منهم مسيحي لا لا أنا معاك أنا بقول رأيي شخصي مش رأيي في شخص معين أنا بتكلم على التوجه السياسي لجماعة هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن النهاردة عن حاجات كتير جدا أنا بتكلم على القيادات تحديدا اللي بر تحديدا اللي بر مش اللي جواه الناس اللي جواه يشوف أي حد معتقل سواء كان من الإخوان ولبر الإخوان حزاؤوا على رأس جميع المصريين وأولوما لكن من باع المعتقلين وتنازع عن الثورة وبيكلم في اتجاهات تانية خالص ومن الأول خالص تعامل بمنتهى السلبية وأوصلنا إلى هذا المستوى لأن السيسي مش قوي السيسي ضعيف جدا هو نظامه قوة السيسي بيستمدها من ضعف نحن ونجاح السيسي في أي وقت بيستمده من فشال نحن إحنا مين؟ إحنا أولي أمر مجموعة بتعتمد أو بمعنى صح عليها منوطين بتخص قرارات معينة ودتنا كلها في الستين دهية لحد الآن ماشيين بنفس الأسلوب وعلى فكرة الشباب الإخوان نفسهم أنا أعلم منهم ناس غير راضين تماما عن الأسلوب اللي حصل وعن نتائج لأنت في النهاية خالص ديني النتائج نتائج صفر نتائج بنرجع لورا طيب يا سيدي ما نجرب اللي حصل إيه؟ إن إحنا في خلال شهر تمانية بدأنا نأسس بعيدا خالص عن الإخوان قلنا يا جماعة دي ده كيان متجمع من كل والله فيه مسيحين وليبراليين ويساريين وإخوان وسلفين من كله فقلنا شرط واحد بس اوعى تتكلم في انتمائك يعني هتخش أنت راجل مصري هدفك إيه؟ اسقاط المنظومة الوسخة دي تمام؟ بس مش أكتر من كده ومش أهل طبعا تحفظ على اللفظ برضو 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 القصة باختصار أن أنت داخل كيان ده لا تقول لي أنا إخوان ولا سلف ولا لبرالي ولا اشتراك ولا الكلام فأنت راجل مصري عايز تسخد مسلم مسيحي أهلا وسهلا فيش حاجة وذلك كان لأول مرة تحصل كان بينزل ويبدأ يعمل حملة الإسفري مثلا كتبوا على والفيديوهات موجودة شباب يكتبوا بيقولوا لأ خلاص العصابة دي وبيتكلموا ده بالنسبة لهم إرهاب طبعا لكن هم ما يقتلوا لا مش إرهاب ده كيوت ونس حلو يقتلوا الشعب عادي فالشباب بدأت تتعامل مع بعض قبل الانتفاضة كانوا كل واحد مسك للتاني سكينة ووقف الإخواني مسك للبرالي والإخواني مسك للإخواني وده مسك لده فكل عمل يلطش في بعضهم ما جينا اتفقنا على أن احنا كلنا ننسى الانتماءات ونبدأ نعمل حاجة ده قلق النظام مشكلة